المحور الثاني الزمن الدرس الثالث تمييز الأحداث الدورية من غير الدورية التدرب خرجت مريم رفقة والدتها لشراء ما يلزم بمناسبة التحضيرات لعيد ميلاد عمر الذي يتزامن مع ذكر عيد الاستقلال أولاً أعمر الجدول التالي من خلال السند حدث دوري حدث غير دوري أحسنتم أحبة الصغار هكذا تكون الإجابة حدث دوري عيد ميلاد عمر وعيد الاستقلال أما الحدث غير الدوري فهو شراء الحاجيات ابتهج عمر يوم عيد ميلاده كثيراً وعندما غادر أصدقاؤه المنزل قال لأمه أريد أن أحتفل مرة أخرى بعيد ميلادي ما رأيك يا أمي لو يكون يوم الأحد المقبل ثانياً أكمل بدوري أو غير دوري ابتسمت الأم وخطبت عمر قائلة لا يجوز ذلك يا بني فعيد الميلاد حدث يتكرر مرة في السنة أحسنتم يا صغاري الإجابة تكون كالتالي ابتسمت الأم وخطبت عمر قائلة لا يجوز ذلك يا بني فعيد الميلاد حدث دوري يتكرر مرة في السنة ثالثاً أكمل الإفادات التالية بما يناسب الحدث الدوري بانتظام الحدث الغير دوري بانتظام ممتاز يا أبطال هكذا تكون الإجابة الحدث الدوري يتكرر بانتظام الحدث الغير دوري لا يتكرر بانتظام رابعاً أكتب التعليل المناسب رحلة مدرسية حدث غير دوري لأنه شهر رمضان حدث دوري لأنه ممتاز الإجابة هي رحلة مدرسية حدث غير دوري لأنه لا يتكرر بانتظام شهر رمضان حدث دوري لأنه يتكرر بانتظام خامساً أكمل بكتابة الحدث حدث يتكرر كل يوم مرة واحدة حدث يتكرر خمس مرات في اليوم حدث يتكرر مرة كل شهر حدث يتكرر مرة كل سنة أحسنتم أحبة الصغار هكذا تكون الإجابة حدث يتكرر كل يوم مرة واحدة شروق الشمس وغروب الشمس حدث يتكرر خمس مرات في اليوم الصلوات الخمس حدث يتكرر مرة كل شهر ظهور الهلال حدث يتكرر مرة كل سنة عيد الأطحى عيد الفطر شهر رمضان سادساً أكتب تحت كل صورة حدث دوري أو حدث غير دوري ظهور قوس قزح الحج ظهور الهلال الصلوات الخمس هبوب الريح نشرة الأخبار حفل الختان حفل الزفاف ممتاز يا صغاري الإجابة هي ظهور قوس قزح حدث غير دوري الحج حدث دوري ظهور الهلال حدث دوري الصلوات الخمس حدث دوري هبوب الريح حدث غير دوري نشرة الأخبار حدث دوري حفل الختان حدث غير دوري حفل الزفاف حدث غير دوري سابعاً من أنا؟ أنا رابع إخوتي أزوركم مرة في السنة فتظهر الأشجار وتغرد لقنوم الأطيار فمن أكون يترى؟ ممتاز الإجابة هي إنني فصل بديع فأنا حلم الجميع وأنا عرس الجميع إنني فصل الربيع إنني فصل الربيع ثامناً أرسم الشبكة وأكمل تعميرها أولاً حدث دوري منتظم آخر حروف القاف ثانياً حدث دوري منتظم أول حروف الغين وآخرها الباء ثالثاً أنير الكون ليلاً أحسنتم أحبة الصغار هكذا تكون الإجابة الكلمة الأولى هي شروق والكلمة الثانية هي غروب أما الكلمة الثالثة فهي قمر استنتج الحدث الدوري هو كل ظاهرة أو عمل يتكرر في زمن معين بانتظام ويمكن معرفة زمن حدوثه أو قدومه أو حلوله والأحداث الدورية كثيرة نذكر منها تعاقب الفصول اكتمال البدر شروق الشمس وغروبها عيد الأضحى عيد الفطر أعياد الميلاد السوق الأسبوعية الحدث الغير دوري هو كل ظاهرة أو عمل لا يتكرر بانتظام أو يحدث مرة واحدة ولا يمكن معرفة زمن حدوثه أو قدومه نذكر منه هطول المطر زيارة الطبيب ظهور البرق ثورة البراكين